اشتركوا في القناة وقال سموه إننا تابعنا بكل الاهتمام والتقدير الكلمة السامية التي تفضلتم جلالتكم بتوجيهها في هذه المناسبة وما تضمنته من توجيهات ومرتكزات حكيمة لمتابعة تطوير مسيرة العمل الوطني في المرحلة الهامة المقبلة وبما يهدف إلى تعزيز أوجه النهضة والنماء التي تشهدها مملكة البحرين وبخاصة دعم التعليم والأمن الصحي وتمكين الشباب وثمن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعميق الاعتزاز إشادة جلالة الملك المفدى بجاهزية الحكومة وجهودها المتواصلة مؤكدا تسخير كافة جهود الحكومة عبر التركيز على مواصلة الجهود الحثيثة التي تقوم بها بهدف التعامل الواعي والشامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا من أجل استمرارية المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم في بلدنا العزيز وبما يسهم في التخفيف من عبئ هذه التداعيات عن كاهل المواطن ويحافظ في الوقت ذاته على تنمية الاقتصاد الوطني وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تجديد العزم على متابعة تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى بالتعاون مع السلطة التشريعية وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة وبما يحقق رؤى جلالته الحكيمة ويحفظ للوطن أمنه واستقراره ويعزز من جهود التنمية المستدامة على كافة المستويات للارتقاء بمعيشة المواطن هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعرب جلالته فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على برقية سموه المهنئة بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس مؤكدا جلالته أن إسهامات رئيس الوزراء كان لها أكبر الأثر في نجاح مسيرتنا من أجل مستقبل زاهر لشعبنا العزيز وترسيخا للديمقراطية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن الغالي داعيا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو رئيس الوزراء ويمتعه بموفور الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر